موسيقى مساء الخير اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج فتح عينك هنتكلم معاكم على واقع مر حصل ومازالت تدعياته مستمرة حتى هذه اللحظة هنتكلم معاكم عن لحظة النكبة ماذا حدث عام 1948 لكي نعاني منه حتى هذه اللحظة طبعا معاناة هو انا بعتقد فيها غياب الرؤية العربية عن تحديد التهديد ومقومته اليهود لما رجعوا ارض فلسطين اعتبروا مثل 1882 بالهجرة الغير شرعية سنة 82 سنة 1904 1919 1924 كل دي هجرات الفلسطينيين اول عرب عموما ما صدوهاش نعملوش معاها اجراءات منع او صد وكلام زي كده فبالتالي كان ننزلوا فعملوا مستعمرات سلمية في الفترة القوانية لغاية تم صدر وعد بلفور وصدر الانتداب البريطاني سنة 22 على ارض فلسطين هنا نازم نوضح حاجة ان الوعد بفل صدر سنة 1907 الوعد ده اخدوه اليهود من الانجليز سنة 1907 في مؤتمر اسم مؤتمر لندن السري كان من 1905 وده اكتر مؤتمر ما بنتشوفوش او نتلمش عنه وده كان مؤتمر ده هدفه اصلا كان لمنع انهيار الامبرطور البريطاني فبيقول ايه العوامل للانهيار وانا هقومها ازاي عشان الامبرطورتها تستمر المدة الطويلة فكان في هذا المؤتمر ما يقرب حوالي 2000 عالم قطعا منهم يهود لما شافوا خلاصة المؤتمر طلع بدباجة بسيطة تكفي بدباجة بتقول ايه هناك شعب يقطع جنوبه المتوسط وشرقه والحفاظ على المصارح الغربية لابد من حصر هذا الشعب بين شواطئ المتوسط الجنوبية وخط عرض عشرة اللي بيعتبره قطل مستعمرات مدونه وبعد المستعمرات تحت وتجزئته هنا اليهود اللي كانوا في المؤتمر تنبهوا الكل بتجزئته فراحوا لحيام وازمان اللي هو كان رئيس المنظمة السليونية وعرضوا عليه الكلام ده طبعا الكلام الدائر او الناس الشائع بيتقال لحيام وازمان كان عالم كيماوي عالم كيماوي وهو اللي عمل تخلط الدناميتو اللي بتاعه الكلام ده المطورة واداه الانجليز وحروا العلمات تانية لكن هو لا هو ده اصل الموضوع هنا الانجليز في التوقيت ده كانوا بيحضروا العرب عشان يبقوا معاهم ضد الاتراك وبيدونهم حدوكم الاستقلال بتاعكم عن الاتراك وكلام ده فالعرب بتجهزوا الموضوع ده فهنا اليهود هددوا الانجليز نفضحكم في ان كنتم مش هتدوهم حاجة هتعملوا فهم الكلام ده ولا تدونا وعد بإقامة الوطن ومن هنا من هزا المؤتمر خدوا الوعد اللي اعلن ستقلوا سموه 17 ومن هنا واجبه التأسيم بتاع السياس بيكو والتأسيم السياس بيكو هو اللي عمل الكلام ده في منطقة الشام لان كانت الشام ده كلها قطعة واحدة ما هيش متأسمة كان يسموها سوريا الكبرى او ارض الشام تبدأ من زاجوراس جبال زاجوراس في التركيا الى سيناء حتة واحدة وكانوا بيسموا يعني التسمية القديمة لفلسطين ارض كنعان اسمها الارض المنقفضة الكنعان في اللغة العربية عن المنقفض وهذا الارض المنقفض لان انت تجي من زاجوراس اعلى حاجة جبال ان تفضل تتدرك في الانحضار الى ان تصل الى عند منطقة القدس الارض المنبسطة فبالتالي كان بيسموها ارض كنعان لهذا الاساس فهنا الطمع في الارض او الكلام ده الخلى اليهود يرجعه مرة تانية عشان يعمل المنقفضة من قديمة بدأت هنا تتقلب المستعمرات اللي نزلوا بها سلمي وخلى المفلسطين يعيشوا معهم بهدوء الى مستعمرات قتالية او مستعمرات دفاعية نزا ما قالوها سموها في الاول ورافعوا الشعار السيف والسور او السور والسيف اللي هو يحمي بهم المستعمر رمز لحمية المستعمرات وبالتالي بدأوا يشتبكوا مع الفلسطينيين على ملكة الارض او استغلال الارض نحت الابار المية او الارض الزراعية فكان الانجليز في الانتداب يتدخلوا يصلحهم بينهم الاثنين ومدام حيجيب حل الوسط يبقى مكن من اللي هو الغازي اللي نزل على الارض اللي هو اليهود وعدوا على هذا الحال انه وصلوا لسنة سبعة واربعين كانت تقريبا ستين في المية من الجهاز الاداري والسيطرة على الارض كانت في ادين اليهود وكان هناك جلوب باشا اللي هو القائد البريطاني اللي كان بيدير الموضوع ده كله لانبحثت بقى يندب لمخلص سنة السبعة واربعين هو اعلانة سنة تمانية واربعين وعلانة الدولة سنة تمانية واربعين وبدأت الحرب اللي هي حرب drugiej من غرائب القطة ان جلوب باشا ده يبقى هو قائد القوات الأردنية والقائد القوات الأردنية اللي هو الملك عبد الله كان هو قائد الجبهة كلها اللي كان بيحلب تحت اسمه الناس كلها راحت تحت اسمه واخد جلوب باشا القائد القوات بتاعه وهو اللي هو اللي سلم اليهود قبل كده المستعملات وهو اللي سلم اليهود بعد كده في الحرب وخان العرب فيها طبعا هزي الحرب مش بالصورة الاعلامية اللي اطلعت ولا الحقيقة لان كل اللي حصل في هزي الحرب قات القوات العربية مجتمع اللي هما يسموا سبع جيوش كانوا 22 ألف وكان موجود لليهود 72 ألف مقاتل كانوا منهم 3 ألوية 2 مزلات و1 سعقة كانوا موجودين مع الجيش البريطاني الفرنسي في الحرب الالمانيا وسموهم بعد كده الهجناء وهم اللي كانوا اخدوهم عشان يساعدوا الانجليس وصيطرة على المشاكل بتحصل بين فلسطيني واليهود كشرطة مدنية كده لكن هم دول اللي كانت قوة رئيسية في الحرب اللي كانت موجودة ومن هنا انتصر اليهود على العرب لأن الانجليس لما سابوا الانتداب ومشوا تركوا كل المعدات العسكرية بتاعتهم لليهود بما فيهم التهارات أصبح اليهود كانوا معهم تهارات وما فيش العرب ما عندهمش تهارات فهم ده خدوهم من الانجليس وبالتالي كانت النتيجة ما سمي بقى بالهزيمة أو النجبة اللي انتهت بها الزمن واحنا عايشين في بقى في أصوره لغاية دلوقتي احنا بنقول جيش الاحتلال وهم بيقولوا جيش الدفاع وعلشان كده احنا بنفهم ايه حكاية جيش الدفاع مرتبط عندهم بعقيدة ان هم بيدفعوا من وجهة نظرهم عن حقهم اللي عملوا علشانه منظمات الدفاع علشان يستولوا على الأراضي العربية ومازال في عطفتهم وعقيدتهم انهم جيش الدفاع الذي يدافع عن دولتهم الدينية اللي بيحاولوا يفرضوها على أمر الواقع ولكن الله لهم ونحن لهم شكرا سيادة الوقت محمد الجباري على هذه المعلومات السرية ونلقاكم في حلقة قادمة